تذكروا اللقاء اللي أجراها تلفزيون المصار من خلال شأن عام للزميل محمد زيدان مع رئيس مجلس دولة خالد المشري هذا اللقاء اللي تبعناه جميعا وتبعتوه واللي فيه وصفة أو يعني شلو التعبير اللي بكر نقولها لا أريد أن أقول التجاسر باعتبار أنه يتحدث باسم الليبي والشعب الليبي وهو في منصب مسؤول لأن ما استخدمه يعتبر التجاسر وتوريد للدول الليبية والشعب الليبي في مشاكل مع دول أخرى ولكن أقول بأنه تهجم من خلال منصبه على رئيس دولة جارة كالرئيس قيس عيد في تونس طبعا هذا لم يمر مرور الكرام على الإعلام التونسي رصد الإعلام التونسي تصريحات السيد المشري ووصفه للرئيس قيس عيد بالدكتاتور المستبد آي اف ام وهو راديو اف ام تونسي تناول الموضوع نشوفوا بعد كيف التناول رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري يهجم الرئيس التونسي قيس عيد يقول عليه دكتاتور رئيس مجلس الدولة الليبية خالد المشري في حوار ليه مع تلفزيون المسار الليبي هل خمسة وعشرين جام في الفين واثلاثة وعشرين الجيري يسرح ويقول قيس عيد دكتاتور مستبد الناس حصلوا فيه مش قادرين يحولوه لأنه الجيش والشرطة معاه نسمعه رئيس مجلس الدولة الليبي ونرجعه وعيد سؤالي هل تخلصت من فكرة ان انتخاب الرئيس يعني الاتيان بالدكتاتور الجديد لليبي موجودة الفكرة هدية موجودة فيه تخوف عند الكثيرين حتى في مجلس الدولة انا اقصد انت سؤال خالد انا عملي ما تخوفت مننا الموضوع هذا ان الرئيس يجلب ربما كرس الرئيس يأتي لنا بدكتاتور جديد في ليبيا اذا كان فيه ضواب التمنع اذا كان هو بيبدأ دكتاتور عندك مثال واضح جدا واحد جانا ببديله وقرويته وما يقدرش يقول كنتين على بعضهم في تونس اصبح دكتاتور مستبده للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى القضاء ضم لي وقال قضاء وظيفة مش سلطة كان الدكتاتور داخل الانسان وقبول الناس لما بده الدكتاتور الدكتاتور هو انت ممكن تصل على صناعة الناس قابلين بيه الدكتاتور لا مش قابلين بيه لك ما عاش قدر يحاولون خلاص وعاش طفئين هنا الجيش وسلطة خالد المشرية تحدث عن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد يقول رابس بديلة وقرويتة ومش قادر يقول حتى كلمتين يعني غير النوعوت التي نعط بها رئيس الجمهورية يهزأ من شخص رئيس الجمهورية خالد المشري من مؤسي حزب العادلة والبناء الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين الليبية انت من مشري لجماعة الأخوان المسلمين الليبية وتسجن مع بقية أفرادها من عام 98 حتى العام 2006 بعد تهموا بالتآمر على أمن الدولة الخارجي عفوا على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية في 8 أبريل 2018 السيد هدية تم انتخابه رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالف لي عبد الرحمن السويحلي المعروف وهو نحكي على خالد المشري معروف بمواليته للمحور القطري التركي في ليبيا احنا بش نعملوا ربما عملية مسح خلينا نرجعوا العام التالي خلود في علاقة بالعلاقات التونسية الليبية وهذه التصريحات المتطاولة من أعلى نعرف روى لوكين تويكا الوقت ما يتساعش لكلك نرجعوا التصريحات أو عفوا نرجعوا لصلاحيات المجلس الأعلى للدولة الليبية ونعرفوا الإنسان هذه شو خطورته في مواقع الحكم وكذلك شنو خطورته في الخارطة السياسية والتوازونات الداخلية الليبية وشنو معناها كيخرج يقول رئيس الدولة هو دكتاتور لبس كرافات معناتها وبدلة مش قادر حتى يقول وما ضربناهم هذا الفضل لو فتحوا لك كل الملفات وما يجيش أنك تلقي تصريحات سياسية جزافا هكذا على كله أكيد أيضا رصدنا على منصات التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا بعد زيارة أو اثناء زيارة ميلوني اللقطة اللي وضع فيها سيدة بيبة يده على كتف رئيس الوزراء الإيطالية بشكل ملفت البعض قال لا والله هي كانت حركة راغية لأنها تعثرت لكن في واقع الأمر هي لم تتعثر في الدرج وردود فعل كبيرة حول هذه الحركة هل كانت هذه فقط هل كان غيرها الإعلام أيضا رصد هذا هنشوفوا بعض كيف تناولت هذه المؤسسة الإعلامية في تونس قناة ديوان اف ام هذه الحادثة نشوفوا بعض تنى عفاف اخر الأسبوع اللي فات بعد زيارة ميلوني إلى ليبيا ولقاءها برئيس الوزراء الليبي الدبيبة فما سور دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي اللي تقرب فيها الدبيبة إلى ميلوني الساعة قبل ما نحكيه يلزمنا فما حاجة مهمة برشا وحنا كنحكيه على الكمنيكاسيون أن نحط الأشياء في إطارها الثقافي وفي إطارها التراديسونيل يعني الناس كيفاش التراديسون متاحهم وكيفاش الثقافة متاحهم أول صورة لفتت الانتباه وقت اللي هما تلعين في المسعد الكهربائي ودبيبة يظهر أنه عانق من الخلف الرئيس الوزراء حتيدوا على ظهرها رئيس الوزراء الإيطالية برشا الناس اعتبروا أنه ما يجيش هذيا لكن وقت اللي نثبته في الفيديو مليح نعرفه اللي رئيس دبيبة رئيس الوزراء الليبي أنه كان هذا كسينيو دبيان فيانس لأنها كان تعثرت هي في المسعد الكهربائي فكان هو حاضر حاضر أنه أنه يشدها بطريقة أنقذها انقذها من الوقوع من سقطة من المصعد نعم دونك هو كان حاضرك البيان فيانس متاعه هو كان ذهنيا حاضر وهذا يدل على انتليجانس إموسيوني الكبير بارشا يدل على انتليجانس يعني سوسيال اللي هو كان يعني يساعدها باش متلح وفهم ريفليكس ريفليكس حاضر معناها بيت في يعني ما كان حاضر للحظة هذيكا لكن واحنا نتبعه فيه ونتبعه في الزيارة شفنا الجست هذي يتعود برشا مرات اللي هو ديما يحط يده على ذهرها يحط يده على ذهرها سواء داخلين للمجلس الوزراء سواء هما يمشيوا ديما عنده أكل يد اللي يحط على ذهرها جست هذي هو جست دومينان في البروتوكول وخاصة وقت اللي يتلقاوا الرؤساء ووقت اللي يتلقاوا الناس كاية يزم فما سفار مهمة اللي هي سفار اللي هي نحترموها اللي هي الفضاء الشخصي لكل واحد ما يزمناش نبعدو عليه خاصة مثلا الوقت اللي ينصافه يزم نخليه ديستانس ما بينه ما بين الانسان اللي ينصافه إذا كان الناس نعرفوه بالقدار بالقدار فسفار هذي كنسميوها سفار انتيم توصل إلى من خمستاج إلى خمسة وربعين سنتيمتر دونك هذيكا إذا كان الناس قرب برشة لبعضهم إذا كان كنا في المجال فما سفار تخصونال اللي هي تكون متع نصف مترو وقت اللي تمديد بك وبطولها هكاية توصل إلى مترو وعشرين هذيكا نستعملوها خاصة في السياسة وخاصة وقت نصافه ناس سياسين وفما السفاغ السوسيال اللي هي تفوت المترو وعشرين اللي هي في الكادغ فغمال وهذي لابد منه أنه نحترموه لهنا الدبيبة وقت اللي شفناه برشة يعاود الجاست هذيكا فنحسوا أنه السفاغ بخصونال ما تمش احترامها ما تمش احترام يعني السفاغ انتيم التباعد هذيكا لانتيم ما بينه ما بين الضيفة امتاعه ولو أنه كان وقت المصافحة متاعه كان فما احترام لها اللي هي متع نصف مترو هذيكا موجود لكن اليد اللي على الظهر العثرة دي كانت بتاع شو بدلت المعطيات الكل بدلت المعطيات الكل نعم بدلت المعطيات الكل دونك لهنا نجيه للبروتوكول البروتوكول مهم جدا فإنه ربما نصيحة للدبيبة أنه خاصة اللي هو يستضيف امرأة وخاصة يختلف في الامر ما بين امرأة وما بين رجل وخاصة في ثقافات العربية فإنه حطان اليد على الظهر فإنه هذيكا غير منسوح به بالمرة في الكومينيكاسيان نان فيربال والكومينيكاسي بوليتيك للأمانة من الغباء السياسي والدبلوماسي والبروتوكولي أن تعتقد دولة الرئيس أو يا سيد رئيس حكومة أنك فقط في هذاك الفضاء اللي هو داخل ريكسوس العالم قاعد يرصد وأنت تمثل حكومة في بلد خلينا موضوع شرعي مفروض تكون شغادي هذا موضوع آخر ولكن الآن الآخر يلتقتك هكذا طبعا على فكرة الإعلام في تونس فاته أن يعني يعلم أن هذه رهيمة كانتش المرة الأولى بل هما أصلا في تونس كان لهم تجربة مع هذه القصة تاموا ببعض أجل المرسيلي نحب أن نفرحك ونبارك لك أن تونس رابحة واحدة فيه